أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في فيديو جديد اليوم بنقدم واحد من أهم الشرحات على القناة لكل أصحاب الأجهزة الأندرويد والأجهزة بنظام التشرييل جوجل تي في وأجهزة الفاير ستيك بنظام الفاير او اس كود لتطبيق داون لودر ده هيفرق معك كتير في استخدامك لجهازك هيوفر عليك كتير وهتستفيد منه بطريقة لا تتخيل في كل التطبيقات اللي ممكن انك انت تحصل عليها واللي ممكن انك انت تتخيلها عدد كبير من الأقسام أقسام مختلفة وأقسام متنوعة لكن قبل ما نبدأ في الشرح زي مواضح قدامك في الشاشة الكبيرة ده جهاز ميكول كي ام سيفن اسي تي فيو بوكس من شركة ميكول موديل كي ام سيفن اسي للأسف بتظهر دايما الشاشة اللي قدامك عند بداية تشغيل الجهاز والجهاز بنظام التشغيل أنوريد 11 وكان احد متابعي القناة كتاب لي فيه تعليق من التعليقات على المشكلة دي ان لما بيبدأ يشغل الجهاز بتظهر معه الشاشة اللي قدامك وبيطلب الجهاز اكتران مع الريموت والمشكلة دي متكررة في الجهاز ده وتأكد ان اي تعليق انت بتكتبه في القناة انا بحتفظ بيه وبختار الوقت المناسب علشان اجاوبك وارض عليه هنا المشكلة اللي قدامك في جهاز ميكول كي ام سيفن اسي اي دي مشكلة مشكلة سوفت وير واحنا في انتظار وصول صوفت وير جديد للجهاز لحل المشكلة لكن علشان تحل المشكلة انا هقولك تعمل ايه في البداية هنعمل اكتران الاكتران بتضغط على زر الاوكي مع زر الناقص الفوليوم ده زرار اللي بنقلل منه الصوت الناقص بضغط اوكي مع ناقص مع الاستمرار بضغط مع الاستمرار على الاوكي والناقص هنبدأ نجرب هنضغط كده مع بعض كده حصل الاكتران علشان بقى تتجنب المشكلة دي لغاية ما ينزل صوفت وير من الشركة لحل المشكلة انت اول ما تشغل الجهاز ويشتغل معك الجهاز وتبدأ تظهر معك الصفحة رقصية لازم تستخدم الرموت بسرعة تستخدم الرموت تضغط على اي زر في الرموت بسرعة لكن لو وصلت الكهرباء للتيفيو بوكس اللي يكون كي ام سيفن اسي ايه وما ضغطتش على اي زرار في الرموت بتلاقي ان بعد حوالي نص دقيقة او دقيقة بتبدأ تظهر معك الشاشة اللي بتطلب عمل اكتران للرموت هنجرب كده مثلا هبدأ اضغط هنا على زر الباور ضغطة طويلة بعد كده هعمل اعادة تشغيل اول ما يشتغل كده الجهاز لازم تستخدم الرموت تضغط على اي زر موجود عندك في الرموت سواء فوق او تحت او يمين او شمال زي كده تضغط على اي زر موجود عندك في الرموت هتلاقي ان مش هتظهر معك الشاشة اللي بتطلب اكتران الرموت زي كده كده خلاص هتلاقي ان الجهاز هيشتغل معك مفيش رسالة طلب الاكتران هتظهر معك هنبدأ بقى في موضوع اليوم وانا بشكر الاخ محمد علي في البرازيل ده من احد محبي قناة محطة المعلومات ومتابع جيد لمحطة المعلومات ومن اسرة محطة المعلومات المحبين للقناة والمتابعين للقناة كان بعتلي فويس على الواتس اي اب وقال لي ان شرح من الشرحات او موضوع من الموضوعات اللي طرحتها في القناة ان ده اهم موضوع انا اتكلمت عنه في قناة محط المعلومات وطبعا كان قال حاجة جميلة كان قال ان كل مواضيعك ويسة وكل مواضيعك جميلة لكن ده اهم موضوع وافضل موضوع فانا بشكره علشان هو اللي اوحالي الفكرة بموضوع اليوم وشرح اليوم احنا الشرح اللي بنتكلم عنه اللي ذكره الاخر محمد علي كنا من خلال تطبيق داون لودر بنكتب عنوان في تطبيق داون لودر والعنوان ده بيوصلني الموقع مليان بالعديد من التطبيقات انا بقى اليوم هسهل عليك واخليك انك من خلال كوت تكتبه في داون لودر هتقدر توصل لنفس العنوان ولنفس الموقع هنجرب دا تطبيق داون لودر هندخل فيه تطبيق داون لودر لكن قبل ما نكمل الشرح لو اول مرة تشوفني ما تنساش الاشتراك معي في القناة تتفرج على الفيديوهات القديمة والفيديوهات اللي جاية ويريد تفعل الجرس على شان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله الفيديو القادم هنتكلم عن تطبيق قوي من تطبيقات لستريمينج تطبيق مجاني لا يحتاج تسجيل دخول لا يحتاج لخدمة الفي بي ان تطبيق اكتر من رائع وهيفيد كتير محبي الرلادة ما ننساش نضغط على اللايك ضغط على اللايك وكتاب التعليق ومشاركة الفيديو دا بيساعدنا على الاستمرار وتقديم كل ما هو جديد وكل ما هو مميز ولو عندك اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله هنجاوب علي هنطلع فيه تطبيق داون لودر وهنبدأ نكتب ستة اتنين تسعة اربعة اتنين تلاتة ببدأ اكتب ستة اتنين تسعة اربعة اتنين تلاتة وهضغط على انتر اوجو هيبدأ يوصلك للموقع اللي بنتكلم عنه وهنا بقى هتلاقي العديد من الاقسام المتنوعة لكن عزيزي المستخدم لا تدع التطبيقات تشغلك عن ذكر الله بنأكد ان الموضوع والشرحات اللي بنقدمها دي شرحات تعليمية حاول انك انت تستفيد بالتطبيقات المفيدة اللي بنقدمها وحاول انك انت تتجنب اي تطبيق غير مفيد او اي تطبيق دار او اي تطبيق بيحتوي على مواد غير اخلاقية هتلاقي عندك مثلا في قسم للاندرويد تيفي الاب ستور هنا لو دخلت في الاب ستور وفي ميزة عندي في الموقع ده انك هتلاقي مكتوب عندك تاريخ بالتاريخ وبالوقت احدث اصدارات وصلت في الاقسام دي هندخل مثلا في الاب ستور هتلاقي هنا عدد كبير من المتاجر جوجل بلاي ستور موجود عندك اصحاب الاجهزة اللي بنظام التشريل جوجل تيفي اللي بيعانوا من عدم وجود ايكونة او عدم وجود متجر جوجل بلاي عندهم فهنا يقدر يثبت متجر جوجل بلاي جوجل بلاي ستور احدث اصدار من خلال الموقع اللي احنا متكلم عنه هتلاقي هنا جنب التطبيق هتلاقي اخر اصدار يعني هنا متجر جوجل بلاي جوجل بلاي ستور version 42.1.27 بتاريخ 6 اغسطس ده اخر اصدار واحدث اصدار انا لو حابب اثبت جوجل بلاي ستور بضغط عليه كده اوكي بيبدأ في خطوات تنزيل بلف الابكي وبعد كده بكمل خطوات التثبيت زي ما كلنا عارفين هنضغط على cancel هنضغط على back وهنا بقى البعض هيسأل ويقول ان الخط صغير فهنا بتيجي تطلع فيه تطبيق دونودر في الثلاث شهرات اللي موجودين من فوق بتضغط عليهم كده وبتبدأ تنزيل بتلاقي في عندك increase text size تكبير الخط بضغط عليها اوكي بيبدأ يكبر حابب اكبر تاني بنزل اقرر نفس الخطوة بيبدأ يكبر زي ما واضحك كده قدامك وهكذا لغاية ماوصل لحجم الخط المناسب اللي انا برتاحه او اللي انا بفضله زي ما واضح كده احنا بنحاول نكبر في الخط الخط بيكبر معانا وكمان علشان تقدر تتحكم في حركة الماوس بكل سهولة طيب انا في كل مرة بقى هبدأ ادخل في تطبيق دونودر واكتب الكود اللي احنا كتبناه لا مش هتعمل كده هنيجي نطلع في الثلاث شهرات اللي موجودين في تطبيق دونودر هضغط عليهم كده وهنا ببدأ ان انا اضغط علاقات current page to favorites اضافة هذه الصفحة للمفضله بضغط عليها كده اوكي وبعد كده هنا تقدر انك انت تغير من الاسم اي اسم انت بتفضله وبنزل اضغط على save احنا هنحتفظ بنفس الاسم بضغط على save كده خلاص اصبح الصفحة دي موجودة عندك في المفضله لو جينا في اليمين ونزلنا هنا عند الفيفورتس ضغطنا اوكي بلاقي ان الصفحة تم الاحتفاظ بها لو خرجت من تطبيق دونودر هنبدأ ندخل تاني في التطبيق لو جيت في الشمال وضغطت على favorites هلاقي الصفحة موجودة عندي ضمن قائمة المفضله بضغط عليها كده اوكي هتلاقي فتحلك الصفحة اللي انت محتفظ بيها وبنفس حجم الخط اللي انت كنت محدده هتلاقي بقى الاقسام اللي عندك زي ما قلنا الابستور هتلاقي في جيمز هتلاقي في عندك قسم خاص بتطبيق قودي هتلاقي قسم خاص باللايف موفي هتلاقي كمان ميوزيك تولز الادوات وهتلاقي العديد والعديد من التطبيقات المختلفة داخل التولز كنا اتكلمنا عن الشرح قبل كده او الموقع قبل كده لكن الجديد في اليوم انك بدل ما بتكتب عنوان انت بتكتب كود في تطبيق دونلودر ده بيسهل عليك طبعا الموضوع هندخل في التولز هتلاقي بقى تطبيقات كتير زي الماوس هتلاقي عندك تطبيقات زي AS file explorer دونلودر تطبيق دونلودر نفسه موجود كل ما تنزل هتلاقي عدد كبير من التطبيقات وكل تطبيق هتلاقي فيه اكتر من اصدار واحدث اصدار واحدث نسخه هتلاقيها موجودة عندك hidden settings كل ده موجود LG remote موجود عندك تطبيقات كتير وتطبيقات لاول مرة هتلاقيها موجودة الماوس توجل موجود عندي هنرجع باك هتلاقي كمان في قصب للVBN تطبيقات الVBN المجانية ممتاز بنصحك انك انت لازم يكون عندك على تطبيق دول لودة طيب البعض هيقول لي يا بحميد انا عندي مشاكل مع تطبيق دول لودة خاصة اصحاب جهاز تيفيو بوكس شاومي الاصدار التاني هقول لك سهل خالص انت هتدخل في اي متصفح موجود عندك وكنا شرحنا اكتر من متصفح هندخل مثلا في متصفح جوجل كروم هنبدأ نطلع في مستطيل البحث هبدأ اكتب بدأ اكتب INDEX OF ABKS وبدأت على انتر تبدأ تظهر معي نتاج البحث بندخل في اول نتيجة بحث تظهر معي بيبدأ يوصلك للعنوان او للموقع موضوع الشرح ده لكل اللي بيواجه مشكلة مع تطبيق دول لودة قدينة قدمتلك الحل ازاي انك انت تقدر توصل لنفس العنوان عن طريق اي متصفح عندك موجود على جهازك لو عجبك الفيديو ما تنساش الضغط على اللايك وما تنساش تفعيل الجرس علشان الفيديو القادم ان شاء الله من الشرحات الهمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة